صباح الخير مستمعينا ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صح صح اليوم رهوفة إحنا لسه ما صبحنا مو لا صبحنا سحادي اليوم هتطلي الميوزيك فأوكي رهوفة بعثت لي قول أو اقتباس كتير حبيته شفتي جدا حبيته أنا شفته على انستجرام وقلت لازم يكون موضوع حلقتنا لليوم لأنه بعبر عن مشاعر عدد كبير من الأشخاص القول بيقول صحيح أن المياه تعود لما جريها في معظم الأحيان لكنها لا تعود أبدا صالحة للشرب بالمختصر لا تجرح أحدا وتقول حصل خير عمرك ما تجرح شخص وتقول يلا حصل خير هلا هو حصل خير بس هذا الخير قصير الأمد ليش بقولك يا رهوفة والحا للجمال مراتب أقلها جمال الملامح أوسطها جمال الكلام أعلاها جمال الروح وأغلاها جمال النفس أما أنقاها في جمال القلب كن جميل القلب طيب الروح جابرا للخواطر لأن المياه قد تعود ولكنها غير صالحة للشرب بقولك يا ندوشتي كسر الخاطر كالخطأ الطبي الاعتذار ما بيرجع اللي راح والاعتذار ما بيرجع الصحة والعافية وكسر الخاطر لما أنت بتكسر بخاطر شخص وبعد فترة تيجي تقول له سوري أو تعتذر منه لا راح ترجع له لدموع ولا راح ترجع له الأذى النفسي ولا راح ترجع له الكسر اللي عاشها بسببك ولا الأزى والتعب فما لها أي معنى دايما تذكروا هاي الشغلة كسر الخاطر زي الاعتذار الطبي لا بيقدم ولا بيأخر في رجل يارها في صوالحة تزوج من امرأة متوسطة للجمال مش كتير حلوة يعني المهم فهي هذه الست بظلت تحاول تتزين وتزبط بحالها حتى تعجبه ولكن هو معرض عنها لا بيجاملها لا بيغازلها لا بيحكي لها كلمة حلوة لا بيطبطب عليها يعني جلف حملها جميلة حملها جميلة وتعاملوا معاها جدا قاسي مرة ايجا هوي عالبيت وكذا كانت لابسة ومتزمري او متزبطة وكذا فقعدين ما حكي لها ولا كلمة قالت له طب حكي لي كلمة واحدة قالها تعالي احكي لك اخذها عالامراي غسللها وجهها قلت فرج عالامراي قالها هذا انتي مهما حاولتي هيك اللي بالامراي كيف شايفة حالك ما قلقمو لقيم جدا ايوة طبعا طبعا الست كسر خاطرها بشكل كبير وعاشت في حالة من الحزن هذا الزلمة شوفوا كيف وعلى الباغي تدور الدوائر هذا الزلمة كان بيقدم على وظيفة وهو مشتهد وذكي جدا المهم فبدو يروح على يعني المكان اللي قدم عليه للوظيفة حتى يعلنوا مين تم قبوله فهو رايح بكل ثقة اكيد انا مين اشتر مني اعلنوا عن اسم شخص اخر ليه لاستلام المنصب او الوظيفة من شدة القهر صار يبكي ففي واحد من الحضور اللي اخد الوظيفة قال تخيلي انا صاحبه والله لو استطيع ان اعطي لهذا الرجل الباكي وظيفتي لا اعطيته لان الله يجبر خاطر من جبر خاطر انسانا رجع طبعا هو على البيت واكتشف ان هو كسر بخاطر زوجته ويعني يعاش معاها بمودة ولكن هل تعتقدون بان موقف المراية في اشي هسا اكيد لا خطأ طبي اكيد وبعده يبدو قللك شغلة اللي زيه اللي زي هذا الرجال وفي منهم كتير بهذا بهذا المجتمع وبهذه الحياة لما بيعمل فيكي هيك ما تفكري والله لو كنتي فائقة الجمال النقص من عنده النقص من عنده مش عنده مائلو دخل قدي كان مستوى جمالك اللي بيعمل هيك هو النقص هو النقص مو انسي بالضبط شاطرة لها صح برافو عليك حبيبتي بحلل بالنقطة من اول وانتي بتعكي القصة كيف رجل ممكن يكسر خاطر امرأة بيحكي لي قصة يعني النقيد تماما جبر خواطر جبر خواطر في مرة فيلم حضرته زمان طلع لي هذا المقطع مرة تانية على انستغرام ناسية ايش اسمه بس المقطع يعني ايش بيقولها تقشعر له الابدان بتكون هي مريضة وهو بيتعرف عليها بالمستشفى وبصيروا يقضوا وقت مع بعض وبصيروا يشوفها كل يوم وهي بتوصل لمرحلة بتشعر بانه في مشاعر حب من طرفها لاله وشعور متبادل بينها وبينه فبتيجي يوم بتقرر بتقوله شوف احنا اللي عم بيصير بيننا اشي كتير حلو وعم بيبسطني وعم بيعطيني امل بس انا بدي هذا الاشي ينتهي ما رح اسمح لهاي العلاقة انها تتطور فقالها ليش قالت له لانه انا وضع الصحي التعبان وحاس انه انت رح تنجرح وقلبك رح ينكسر اذا هاي العلاقة بتستمر جوابها وقالها قالها اولا انا مبسوط وتانيا بيشرفني انه واحدة مثلك تكسر قلبي تخيلي قال it would be an honor for me to get a heartbreak from a person like you شوفوا 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 عكس القصة تماما اللي انا حكيتها يا جماعة في كتاب اسمه متفارغا هذا الكتاب بيأكد اللي راه في حكته ليش شو يعني متفارغا اغنى ارض في هذا العالم هي المقبرة بتعرفوا ليش كتير في ناس بيموتوا وهم عندهم الكثير من العلم الكثير من الحب الكثير من العطاء الكثير من الحقد الكثير من الكره ما خطوه بالعالم موتوا انت فاضي اعطي اعطي كل شيء ما تموت وانت احسن اشي عندك لسه مخبه في داخلك متفارغا كلمة طيبة حكيها شعور سيء تحرر منه شخص اذاك سامحه متفارغا اذا بنطبق هذه الفلسفة بالحياة بنعيش احرار سعداء طبعا تعرف ايش كمان بيصير عند بعض الاشخاص هلا دايما طبعا احنا بنأذي الاشخاص اللي للاسف او الاذية دايما بتيجي من الناس المقربين جدا سواء اهل او اصدقاء او حبايب لانه انت الغريب ما بيقدر يأذيكي القريب اللي بيقدر يأذيكي لانه بيعرف نقاط ضعفك بيعرف كل قصصك وحكاياتك ومشاعرك وكيف ممكن انت تحسي لما هو يقولك هيك فالقريب هو اللي بيأذيكي بس تغيري شو بيحكو بيقوله مرات انه في بعض الاشخاص بيكون هو عارف انه كسر خاطرك وازاكي بس هو أدم الكبرياء عنده عالي وقدما هو شخص غير متصالح مع نفسه فهو ما بيقدر يعترف بخطأه ولا عنده الجرأة على الاعتذار هو بيصب كل طاقته انه يبين للناس انه انت الغلط خيالي وهو الصح يثبت فياريت لو احنا منوفر هاي الطاقة احنا جبتنا بالناس يعني شو فارق عندك الناس مثلا شايفين نادية منيحة ورهف سيئة نادية عادلة ورهف ظالمة هاي كلها مقاييس ما حدا بتتفئ عليها بس انت اذا في شخص بدل ما تصب اهتمامك انك تأذي امام الناس لو هاي الطاقة توفرها تفكر كيف كنت تعتذر له انا معك مليون بالمية وبعدين رهض فيه اشخاص للأسف الشديد شو بعملوا بقولك انا ما بكسر خاطر اهل بيتي انا بكسر خاطر الغريب شو بدي فيه يا سلام مثلا شوفوا هذا المبدأ المشكلة وين المشكلة انه انت لما تكسر خاطر بني ادم حتى لو ما كان قريب منك او ما بتربطك اخضع لعدل الاله صح كلنا كلنا تحت الحماية الالهية حماية الذات الالهية في ست بقولك عندها جبروت وقاسية جدا ودائما هيك متسلطة قالت انا بدي اصير مديرة مدرسة وكانت تصعى لهذا المنصب صارت مديرة مدرسة وما خلت عهل معلمات يا حرم شروي غروي يا ارض نشد شو ما عليك ادي شد ما عليك ادي واجراءات جزائية وتطرد فلانة وتشتم فلانة والى اخيره ليش لانها صارت بالمنصب مهو البني ادم كيف تعرف معدنه لما تسلموا سلطة بقولك رجعت اليوم عالدار ما لقت ابنها ابنها طالع من البيت مش عارفة هي هو في جوف الارض ولا فوقها قعد سنين بعد سنين رجع قالها انا هربت من جبروتك تخيلي لقتها بابنها وضع مستقبله للولد الفكرة ما بيصير انا امارس تسلطي على الاشخاص الاخرين لانه بحكم منصب معين او وظيفة معينة انا قادرة ما هو الغفران والتسامح يكون جليا عندما تكون السلطة في يدك وانت مسكين وما حداش داري عنك مظبوط وبتقول انا كويس ماشي بس انا كيف بدي اختبرك لما اعطيك باور فكونوا جابرين للخواطر هاي الحلقة اليوم خليها تعيد حساباتنا وحساباتكم اذا في شخص انت ازيته بالسر او بالعلن اضمرت له سوء وتصرفت بناء على هذا السوء يا جماعة الحياة اتفه بكثير من انه انا انام على مخدتي وفلان ممكن يدي علي ويقول حس بي الله ونعمل وكيل فيك يا نادي الزعب احدا بيقول هيك ان شاء الله اشتركوا في القناة